ما بين الحاضر الحمد لله رب العالمين في ظل الحرية وفي ظل الديمقراطية التي قامت بعد صورة 25 يناير وبعد صورة 30 من يونيو قدر الشباب فعلا ان هم يرسموا خريطة مص ويشكلوا خريطة مص من جديد ورغم الزمن البعيد ورغم التطور اللي احنا عايشين فيه ورغم التنبؤ بالمستقبل المريب الحمد لله رب العالمين كان عندنا قائد عظيم قدر انه هو يجمع شباب مص تحت راية الراية دي هي قوة شبابها قوة شبابها من خلال تمكنهم في العمل وتمكنهم في الحرية الرأي وتمكنهم في القيادة ومن خلال كده قدر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ان هو يخلي عام 2016 هو عام الشباب عام الشباب المصري انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق الجمهورية الجديدة جمهورية مصر العربية انطلاقة ابتدت من خلال تمكين شباب مصر في القيادة من خلال بنك المعرفة المصري اللي الحمد لله ابتدى دلوقتي يحصد نتائج ابحاث وافكار من شباب الجامعات وايضا من خلال التكنولوجيا والبرمجة اللي ان شاء الله بإذن الله الاجيال اللي جاية هتشوف بنفسها ازاي ان هي تقدر بعد السمرة وبعد بزرة اللي تتحاصل ان ان شاء الله نحصدها هنقدر ازاي نحصد نتيجة الابحاث والافكار التكنولوجيا من خلال الدعم الكامل للتكنولوجيا ومن خلال اختراع وبراءة اختراع ومن خلال ان شاء الله مصر هتكون في مكانة عظيمة ما بين الدول العظمة ان هي تقدر تخترع وتقدر تمكن شبابها من هما يمرسوا براءة الاختراع وتنفيذ الصناعات اللي 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 بقى لنا كتير قوي بنستورد منها قطع غيار ترجمة نانسي قنقر